على كل حال أيها الإخوة هؤلاء لم يتعلموا الدرس لم يزالوا غير دارين كيف يشخصون حالتهم كيف يشخصون حالتهم التشخيص الصحيح أنه كان ينبغي أن يبدأ من هذه النقطة كوننا نشعر بالشقاء إن كوننا شاعرين بالشقاء وعد قطعي بإمكانية ماذا؟ الهناء لكن أين هو؟ هو هذا كون الإنسان يشعر بالشقاء دليل على ماذا؟ على أن الهناء متوفر ممكن لكن أين هو؟ هتقول لي شوها الفلسفة هذه سهلة جداً كونك وتشعر بالعطش دليل على ماذا؟ إمكانية الري الارتواء كونك وتشعر بالجوع دليل على إمكانية ومتاحية ماذا؟ الشبع أليس كذلك؟ كونك وتشعر بالتعب دليل على إمكانية ماذا؟ الراحة كونك وتشعر بالنعاس دليل على متحية النوم والاسترخاء كونك وتشعر بالشقاء بالتشضي بالقلق بالتوتر بعدم الاستقرار النفسي دليل على ماذا؟ أن هناك إمكانية أن تستقر وأن ترضى وأن تهنأ وأن تسعد وقد جربها غيرك وهم العارفون بالله أسعد الناس هم أهل الله أسعد الناس هم الأعرب بالله كم أتمنى وأن أتكلم هذا الكلام والله العظيم أن أقطعه مئة مرة لكي أقول لأحبابي ولمن يسمعني هذا الكلام ليس فلسفة هذا الكلام ليس صف كلام أرجوكم افهموا هذا والله العظيم أرجوكم أتوسل إليكم هذا الكلام ليس استعراض نظريات وتعملات هذا الكلام خطة لإسعادكم يا أخواني أصن بالله خطة لتسعدوا في الدنيا والآخرة هذا كلام هو الدين هو جوهر الدين لكن نحن لم نتعود أن نسمع ما يستحيل إلى برامج حقيقية تغنينا عن الإطباء النفسيين والمحلّيين النفسيين والناصحين والمرشدين تغنينا للأسف نسمع ولا نفقه ونفقه ولا نعمل ونبقى نروع في مكاننا استغرب من مؤمن المسلم عنده كلمات الله ثم لا يفقه مثل هذه المعطيات ثم يمضي على طيّته سادراً ساهياً غافلاً شقياناً حيران أيضاً كأنهما انتفع من هداية السماء بشيء عجبي والله عجب الذي لا ينقضي عجبي الذي لا ينقضي ترجمة نانسي قنقر